بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استواه له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأغفاه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لأهلي الكفر إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار غدا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالواد المقدس قواه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية الأكاب أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها واه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوتأ عليها وأهش بها على غنم وأهش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وابنم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى انهب إلى سرعون إنه طغى قال رب احرح لي سبري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قد فيه في التابوت فقد فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأهره عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني ولتسنع على عينيه إذ تمشي أغتك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغن وفتناك فتونا فلمت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدمي يا موسى واصطلعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه ضغى فقونا له قولا لينا لعله يتذكر أو يحشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو أن يضغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأراه فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعضى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسنك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أذواجا من نبات شتى كنوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نغلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس بحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتاه قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيفحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأثروا النجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا شفا وقد أفلح اليوم من افتعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعفيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما سنعوا إنما سنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فنأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فضرنا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خضايانا ليغفر لنا خضايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربها مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ونقل أولئنا إلى موسى أن أثرب عبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هداه يا مني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من ضيبات ما رزقناكم ولا تضغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هواه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضاه قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع الموسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفضال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فتذلك ألقى السامري فأخرج لهم عذلا جسدا له خوار فقالوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنفي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأضيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بزحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبضتها فنبضتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لامساس وإن لك موعدا لن تغلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننففنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبقه وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفح في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أنفلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينففها ربي نسفا فيذرها قاعا سفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأسوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زبني علما ولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرا وأنك لا تضع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلا فأكلا منها فبدت لهما ثوآتهما وضفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعسى آدم ربه فغرا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يدل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولمها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاسبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل ظنوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأبغى فالنهار لأنك تردى ولا تمدن أينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرفقك والعاقبة بالتقوى وقالوا لولا يأتينا لآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونهدى قل كل متربس فتربسوا فستعلمون من أصحاب الصراب السوي ومن اهتدى اشتركوا في القناة